زيكو شباب اهلا بكم في فيديو جديد في قناة فيف مينيت براكتس في الفيديو ده هنتكلم عن الاخطاء الشائعة اللي بتقابلنا كطلبة واحنا بنتكلم بالانجليش في الجامعة في بعض الكلمات اللي بتقابلنا والهدف من الاخطاء الشائعة اللي انا بقولها دي مش طريقة اطلاقا هي ممكن تطلع بطريقة بان ان هي طريقة بس يعني هي مش طريقة يعني فسوري لو حد هيفتكرها غلط او هيفهم غلط يعني فيما بعض تعالوا بقى نشوف ايه الكلام اللي بيقابلنا في الجامعة واحنا بنتكلم بيه وبنقوله عادي جدا واحنا مش فاهمين هو صحة ولا غلط يلا بينا بوسي سيدي وعشان الدنيا تبقى حلوة كده ونبدأ السنة بتاعتنا والنفوس صافية والدنيا جميلة ما نفعش نقول كلمة سيمستر دي خالص اطلاقا يعني انسى انسى سيمستر دي ياسمها سيمستر سيمستر مش سيمستر طيب بدأ الحمد لله السيمستر بتاعنا دلوقتي الدكتور عايز بعد اسبوع يعمل لنا كويز ازاي انا مش عيرب ولو انت بتقول كويز فانت تستحق ان الدكتور يعمل هو لك تمام ولكن هو بس مش كويز اطلاقا هو اسمه كويز كويز مش كويز ما فيش كويز خالص انساها الكلمة اللي بعد كده كلمة سهلة جدا مفيش حد بيقولها غلط يعني انت لو حاولت تقولها غلط مش هتعرف ايه الغلط بتاعها فهي بتتنصح وهي شيت عندك عايز تسلم شيت فالمشكلة بقى في ان احنا بنخليها شيتات الجامع بتاعها شيتات ليه يعني ليه بنخلي عندنا شيتات كويزات حاجات كتير اوي بالاخير هقات الكلمة شيت طيب عايز تخليها جامع شيتز شفت سهلة جدا شيت بقت شيتز مين بقى اللي اطلع وقرر ان كلمة شيتات اسهل من شيتز انا مش عاير سيها كلمة شيت بتتنطق شيت زي ما هي سهلة حاولت تقولها كده والله مش هتعرف تقولها غلط هي شيت فشيت هتبقى شيتز الكلمة اللي بعد كده برضو من الكلمة اللي نطقها يعني مش صقب قوي هي 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 مش مينت ما بنتكش على السين والن برضو ما بنتكش عليها هي الان مش الان بتتنطق قاعدة ولكن مش بتبقى بينة عشان وراها حرف ام فلما بتيجي تنطق الان مع الام هتحس ان الان بتتاكل كده فهي لو قلناها بالروحة قوي 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 أصاينمنت فتحس ان مelles مش بتتقال فاتبع هي أصاينمنت صاينمنت supervisor تمام ولو انت فكلية عملية فساينتها هيعمل عندك project ااكيد واكيد اسمه project مش project ولا project ولا project ولا projectus ولا اي حاجة ولا project numa projetات نفس الكلام مش هيوني the add دي انسيها خلص هي مش projectات فهي project project طيب الكلمة اللي باعدة كده attendance attendance وليلين جدا ممكن يكونوا مش عارفين ينتقوها. ولكن هي نطقها احنا بقى مش جاني تكلم في نطقها بقى. انا مش هقول لكم نطقها ايه لان نطقها خلاص ومعروف. المشكلة كبيرة الحبيبي ان احنا كمصريين غيرناها اصلا. هي ما بقتش يعني حضور. بقت الغياب. هتاخد الغياب. ليه? ليه بقى اسمها غياب? يعني حضور. غياب معناها غياب غياب. غياب حضور. لازم تاخد. ولو عندك يبقى لازم تاخد علشان بيبقى عليه درجات ومش هينفع تضيعها خالص. وبالمناسبة اسمه ساكشن. ساكشن مش سكشن. اما بقى لو عندك الكتشر فما تهضرش اصلا عشان ما نخسرش بعض. هي اسمها زي كلمة مش بكتشر ولا هي لكتشر. دي وقت بقى اللي كلنا ما بنحلش فيه عشان بنبقى بنقاض في الفاينل. فالمد ترم اسمه زي ما انا قلت. مد ترم. مد ترم. طب ايه مشكلة فيها? مشكلة هي بقت ميت ترم. ليه بقت ميت ترم انا مش عارف. يعني ليه ميت ترم? يعني هو ترم واحد في الاول وترم واحد في الاخر. يعني ترم اول وترم تاني. خليته من تمية ليه? ليه بقوا ميت ترم? ميت ترم ليه حبيبي? يعني احنا مش نقصين. فهي اسمها ميد ترم. ميد ترم. بس في معنا قوي عشان احنا في الاخر بنبقى. هنقوض في الفاينل. فاينل. فاينل. مش يعني انا فيوش مش غصي. مين هيقولها غلط? فاينل. فاينل. مش فاينل. فاينل. في حاجة انا نسيتها. اه. ده عشان عندنا برضو لو كلها عملية زي حاسبات وعلوم وهندسة وحاجات دي. في عندك اكيد امتحان عملي. واللي اسمه. مش براكتكال. كان الحمد لله احنا خلصنا كل الكلمات لحد ما اللي متحاني خلص. طبعا? بس في كلمة بس افتكرتها حالا وانا وكنت كاتبها بس انا يعني عايز اقولها لان بتعب بتعب نفسيا منها. وفي اجماع على ان النطق ده اتوصح وهو مش الصح. كلمة مزيج من او حاجتين مع بعض كده يعني. بتتنطق مش كومبينيشن. مش صح. فكلمة هي اسمها أرجوكم. وبكده احنا تقريبا نلمينا كل الكلمات اللي انت ممكن تسمعها او انت ممكن تسمعيها في الكلية. سواء من معيد من دكتور من زميلك من زميلك من زميلتك. فكده دي كل الكلمات اللي عندنا. لو في اي كلمات تانية ممكن تكتبها في لكومنتز عشان نقدر نغطيها المرة جاية ان شاء الله. وياريت كله بقى يزاكر عشان ايه ما نتقبلش في الصمر. ها واللي هو بالمناسبة اسمه سامر. 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 واخيرا وصلنا لفكرة الاديام. والاديام بتاع النهاردة هو. وده معناه انا مش في الكرة لا. هو معناه ان انا بقم صح صح وفايق ومركز. يعني مسلا انا عندي انتربيو بكرة. او هصور فيديو. او هعمل حاجة مهمة لازم يكون مركز فيها. فبقول. لما اروح الانتربيو لازم ابقى. لازم ابقى فايق. مصح صح ومركز عشان ما افرد على اسئلة. بس ده كان الفيديو بتاع النهاردة. تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب. والاهم من كل ده انك تشير عشان اكبر عدب من الناس يستفيد. بس كده. سلامة. اشتركوا في القناة.